السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه واسلام السليم صورة البقرة لفك السحر والتعطيل للزواج هل فعلا بصورة البقرة ممكن أن تفك السحر لتعطيل للزواج صورة البقرة نحن نتكلم عن صورة عظيمة نحن نتكلم عن القرآن هل تعلم ما هو القرآن؟ الكتاب الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد النور تقولون الأولياء لو كان تفسر أو تفك شفرة كهائع عين صاد تطير بها في السماء لو كان أنك تقول لا إله إلا الله من قلبك الحقيقي تفرق بها الجبل وتفرق بها البحار وتطفئ بها النار وترتفع بها وتطير بها أين شئت فإن لا إله إلا الله أعظم ذكر لا إله إلا الله محمد رسول تصنع بها ليس الكرمة الموجزة فنحن نتكلم عن صورة البقرة يا عباد الله صورة البقرة فيها أذكار وفيها أسماء وفيها أسرار وفيها آيات وفيها قصص الناس التي فات من قبلنا الله وضع في القرآن المستفد بها وفيها أحكام الله سبحانه وتعالى فصورة البقرة صورة عظيمة لا تبطل فقط السحر للزواج لتعكد فيها بل تبطل جميل أسحار من أراد سحره بسرعة كما فعلنا يوم السبت وراء كل صلاة يقرأ صورة البقرة لمدة سبعة أيام سيتغير حاله وسيفك السحر الذي هو عليك إذا قرأت وراء كل صلاة خمس مرات في اليوم أقل أقل شيء مرتين ثلاث مرات في اليوم سترى القبول كترة القبول وترى كترة الناس تحبك تصبح الناس تحبك وترى سترى الأسحار تفك في المنام سترى الأسحار بإذن الله سرأيت نفسك أن قرأت سورة البقرة وسهل الله لك في الزوج فاعلم أن كان عندك السحر سورة البقرة ولو أنك تحس بأنك ليس لديك أي شيء فقرأ سورة البقرة دعوة معلها ستنفعك في عديد من الأشياء هل تريد حياتك أن تتغير بدون إضاءة الوقت؟ هل تريد حياتك أن تتغير بدون إضاءة الوقت؟ أفوض أمري إلى الله من الله باصم بالعباد عندها مفعول في تسعون في المئة مئة وتمانون درجة ستتغير حياتك أفوض أمري إلى الله من الله باصم بالله ستفوض أمري إلى الله المشاكل كلها عند الله يحل المشاكلك خمسمائة مرة وراء المغرب وخمسمائة في الصباح استطعت إقرأ سورة البقرة وراء كل صلاة يوميا خمس مرات وإن لم تستطع إقرأها ثلاث مرات وإن لم تستطع إقرأها مرتين مرتين مرة في الصباح ومرة وراء العصر سورة البقرة يرمين أتحدى كذا دومت على هذه الطريقة لمدة أربعين يوم ولم يكن تغير في حياتي هذا كل شيء وتمنكم الخير وإلى اللقاء